شركة اوبو اعلنت عن موبايل اوبو اي 55 4G والموبايل دوت يعني مش افضل حاجة في الفئة السعرية بتاعته فيعني من غير ما اطول عليكم تعال ندفعوا الحلقة الطول هنا 163 ملي متر وعرض 75 ملي متر وسمك 8.5 ملي متر وبوزنة في حدود 193 جرام والظهر هنا هيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك مع وجود 3 كاميرات خلفية وفلاش لد في ظهر الموبايل وبدعم تركيب شرحتنا التوصل من النوع النانو مع دعم شبكات الكيل الرابعة وبدعم كمان منفذ السماعة التقليدي 3.5 وبنسبة للصوت الخارجي فالصوت هنا هيجي احادي والبصم هنا كان تجي في ظهر الطاقة اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من النوع IPS بمساحة 6.5 بوصة مع نسبة استحواز 82.5% بدقة 720 1600 بيكسل ومع ابعاد 20 الى 9 وبكسافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة قضاءة بتوصل لخمسمة شامعة وبنسبة ليعني مسافات الشاشة ديت فانا شايف فيها يعني كام عيب زي مسلا مش بتيجي بمعدل تحادس عالي زي 90 هرتز ثاني حاجة برضو مش بييجي عليها طبقة حماية ثالث حاجة مش بتدعم تقنية الـ HDR رابع حاجة دقة الشاشة وطيو مش عالية وبردو قضاءتها ضعيفة شوية وده طبعا قصات سعر مش لاقيين على بعض اما بقى بالنسبة للرام والزاقرة فالموبايل بيجي بنسختين النسخة الاولى 64 جيجا مع 4 جيجا رام والنسخة التانية 128 جيجا مع 6 جيجا رام وبدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية اما بقى من ناحية نظام التشغيل والاداء فالموبايل بيجي بنظام تشغيل اندرويد 11 مع وجهة ColorOS 11.1 مع معالج Helio G35 بدقة تصنيع 12 نانوميتر مع معالج رسومي PowerVR GE 8320 وطبعا من ناحية اداء المعالج دوت فالمعالج دوت يعتبر كويس نسبيا وصاد الفئة السعرية بتاعته مع ان في معالجات تانية افضل منه في نفس السعر بس يعني هديك اداء كويس من ناحية الالعاب PUBG, Call of Duty, Free Fire بس ما تشغلهاش على اعلى عددات وبنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي بتلات كاميرات خلفية الاولى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 والكاميرا التانية والتالتة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 واحدة منهم مقرو واحدة للعمق وبيجي معهم فلاش LED وبيدعمه تقنية البانراما والHDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 إطار في السنية اما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 وبتدعم تقنية HDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 إطار في السنية وبنسبة ليعني اداء جوتة الكاميرات ديت فمن المتوقع ناتي اديك اداء كويس قصاد الفئة السعرية بس ما اعتقدش انه هيكون افضل حاجة وده طبعا بناء على الارقام لسه الموبايل حدش جربوه اما بقى بالنسبة لبقى تقنيات فالموبايل هنا هي دعم تقنية الوفاة داريكت والبلوتوث من الزر الخامس ومعهم كمان جي بي اس واستغنى عند تقنية NFC والرديون اما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 5000 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بكوة 18 وط مع شاحن من نوع طيب سي وبنسبة لحجم البطارية ده وتصورة الشحن اللي اتنين كويسين وبنسبة للسعر فالموبايل اتعلن عنه بسعر 210 دولار يعني حوالي 3300 جيني مصري و788 ريال سعودي و1900 درهم مغربين و149 دينار اردني و595 دينار تقنصين و29000 دينار جزائري و307000 دينار اراقي كده انا خلصت كل حاجة عن موبايل وبنسبة رأيي فيه انا شايفه رام موبايل كويس الفئة السعرية بتاعته بس مش شايفه اللقطة قوي عندك مثلا موبايل شامو بوكوسي 31 ويعتبر بييجي بنفس الشاشة وبنفس المعالج وبنفس حجن البطارية بس طبعا مش نفس سرعة الشحن بس كنفس الاداية عن ملاحة المعالج هو 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 بالزبط نص السعر ففيه فجوة هو اي نعم رلمي بتفوقعك علي بحاجات بسيطة بس مش لدرجة ضعف السعر وده كل رأيي عنه واحد اشوف كمان رأيك عنه في التعليقات بس هتنساش اللايك سوبسكرايب وادفع الزرق جرس لو عندك ايس ألسبه لي وانا بإذن الله هرد عليك والسلام عليكم